السلام عليكم و مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله كامل تكونوا بخير اليوم سنقوم بكم من اشهر الاكلات في تركيا اللي هو البرغل بالخضر وصفة سهلة التحضير و الذوق من اروع ما يكون مباشرة نرى المقادير و طريقات التحضير نستطيع مغرفة كبيرة او نص من الزيت و نزيد عليهم شوية زبدة و نزيد عليهم حبا بسلمة وسط الحجم قطاتها مربعات صغر نخلطها و نخليها تذبال هذيك زبدة تاني تبدل شوية لون انتحها بعدها نزيد عليها فلفل الاحمر احلو و فلفل الاخضر ثاني احلو اذا كان مش متوفر لفلفل الاحمر عادي تقدروا تديروا برك الفلفل الاخضر خلطها ذاك الفلفل مع الاصلاح ثان ثاني هو يذبال شوية و نزيد عليهم زو السنات انتعتهم متوسطين الحجم قطعتهم مربعات صغر بالنسبة للخضراء قطعهم هكذا مربعات باش كي طيب البرغل تقعد الخضراء باين فيه في الوقت هذا انا كنت غسلت كاس انتع برغل غسلتم ليه و خليتون شوف تماما من الماء بعدها نزيدها اعلى الخضراء تكون الخضراء ذبالت شوية نخلط هذاك البرغل باش يتغلفوا لي الحبات بهذاك الزيت و الزبدة و نزيد عليهم البهارات بالنسبة للبهارات وش يحتاج البرغل فلفل القحل والكمون والنعنع يابس وفلفل لحمر حار هدوهما البهارات اللي يحتاجهم البرغل نزيد عليهم حبانتها طماطيش متوسطة الحجم قطعتها مربعات صغر و نص مغرف كبيرة من طماطيش مسبرة نخلط هاد البرغل هكذا مع طماطيش والبهارات في الوقت هذا انا راني دايلة ما يسخون يعني يسخون حتى لدرجة الغلايان نزيد عليهم الملح اصلاح القطعته بعدما نخلط الخضراء يكمليه حمال البرغل نبدأ انمرق الكل كاس برغل هو زوج كيسان ما و نظيف كاس برغل لا يدير زوج كيسان ما و لا يكون لدرجة الغلاء نخلط قليلا البرغل و نغطي عليه اذا كانت لديكم مغطى ازجاج تنقصوه النار الكامل و تغطوه و تخلوه اما اذا كانت لديكم مغطى نورمال لما تقدروا تشوفوه تسمعو الصوت و تنشوف بعدها تتأكدوا بعدما تفوت 7 دقايق تفتحوا حفرة صغيرة بالمغروف تشوفو المانشوف تماما تطفوا على النار و تجيبوا ورق المطبخ يعني ورق الماس تغطوه طبقتين من هذا الورق و تغطو القدران تاكم هذا الطريق عليها يديروها هنا في تركيا حكذا باش هذا الورق يمتص هذا البخار كامل اللي كان في البرغل هنا باش ميجيكم امعجن نخليهم حوالي 7 دقايق حتى 10 دقايق بعدها راكم تشوفو الكاغط عفوان اولا الورق الماس كفاه يتشمخ من هذا البخار الزايد اللي كان في البرغل بعدما تفوت 10 دقايق عاديدوها هنا نبدأ نخلط في البرغل هنا راكم شوفتو الخضراء يعني رايتطلع كامل الفوق عفوان والبرغل يابطل التحت تخلطو بهذا الطريق راكم شوفتو هنا الحبة ما شاء الله كيفاه كل حبة واحدة بهذا الطريق البرغل ما راح يجيكم معجن مرة اما بالنسبة الهناية في تركيا كيفاه يكلوه يعني ما يديروه مباشرة ما يطيبوه هو سخون يسربوه لازم يخلو هذيك المدة سبع دقايق حتى العشر دقايق وهنا يقدرنا في تبسي التقديم وعادة الاتراك يكلوه مع الياورت الطبيعي هنا نحنوري لكم القوام من تاع البرغل كيفاهي انا كم شوفوا كل حبة وحدها برك ديرو كاس برغل بزوج كيسان ما وديرو هذيك الطريقان تاع الورق الماس وخلوه من سبع دقايق لعشر دقايق راح يمتصلكم البخار هذك الزايد لي ما يخليش البرغل يعجن اما بالنسبة اليورت مع البرغل انتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم يعني يعطي واحدة الذوق بزاف رائع هذي وصفتنا لنهار اليوم وهنا كنا وصلنا نهاية الفيديو احنا مبقى لغنقلكم انتظروني في فيديو لاحق ومع السلامة